الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في تطبيق نظام الري الحديث على مستوى الجمهورية الرئيس السيسي يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سينا الشرطة البريطانية تعتقل عشرة أشخاص في مظاهرة احتجاجا على إجراءات مواجهة كورونا مجزو أنباء الثامنة مساء يأتيكم من أكسترانيوز أسعد الله وأوقاتكم في البداية وكالمعتاد نتمنى من الجميع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أن تحموا أنفسكم ومن تحبون وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية وذلك كمكون أساسيا في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وتوفيرها وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وزيراء الري والزراعة وجه الرئيس بالإسراع في المشروع القومي لتأهيل وتبطيل الترع لما له من مردود إيجابي على توفير المياه إضافة إلى ما يوفره من فرص العمل أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأنه تم خلال الاجتماع عرض المشروعات الجاري تنفيذها لمجابهة مخاطر السيول مع اقتراب فصل الشتاء متضمنة تأهيل مخرات السيول وإنشاء الخزانات وحواجز التوجيه والمعابر وجسور الحماية خاصة في المناطق كثيفة السيول كشبه جزيرة سينا كما وجه الرئيس السيسي بالإسراع في مشروعات تطوير وتأهيل منخفضات مفيد تشكى لما لها من انعكاسات على استصلاح الأراضي بالمنطقة وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزراء الأوقافي والري والمالية والزراعة وجه الرئيس بمراعاة تطبيق مشروع ترعة الحمام الخاص بتنمية الساحل الشمالي في الإطار الشامل لجهود الدولة للصياغة وتطوير تلك المنطقة أضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سينا كما شهد الاجتماع استعراض جهود وزارة الأوقاف في رفع كفاءة ودعم قدرات العاملين بها حيث وجه الرئيس بمنح مكافآة تميز علمي للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها من الحاصلين على درجتين الماجستير والدكتوراه أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والأراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن وعي الشعب المصري هو الرهان الرابح دائما لمواجهة محاولات الإخوان الإرهابية لإفارة الفوضى أشار مرصد الإفتاء إلى أن جماعة الإخوان تسعى إلى بث السموم والدعوات التحريضية المغرضة لنشر الفوضى والبلبلة في البلاد أشار البيان إلى أن القيادة السياسية تراهن دائما على وعي وإدراك الشعب المصري لهذه المؤامرات والمخططات التي لا يراد من ورائها سوى نشر الخراب والدمار في البلاد كشف المرصد عن سعي الكتائب الإلكترونية لجماعات الفتنة والضلال بكل قوة لاستقطاب الشباب من خلال الأكاذيب والشائعات المسمومة التي تروج لها بهدف تقويض قدرة الدولة على العمل والبناء قالت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس مانويل ماكرون سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا يتناول الوضع السياسي في لبنان بعد إعلان مصطفى أديب اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة كان مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي قد أكد أن باريس لن تقذل لبنان مضيفا أن الأحزاب السياسية في لبنان ارتكبت ما وصفها بالخيانة الجماعية في بريطانيا قالت الشرطة أنها اعتقلت عشرة أشخاص في مظاهرة بوسط العاصمة لندن احتجاجا على الإجراءات الحكومية الرامية لإمكانية العزل العام كما أعلنت الشرطة أن أربعة ضباط أصيبوا في المناوشات التي اندلعت بين المتظاهرين بينهم اثنان نقلاء إلى المستشفى تأتي المظاهرة في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان البريطاني لمراجعة تشريعات مواجهة فيروس كورونا المستجد انتهى موجزنا وختاما نلفت عناية حضراتكم لأن التردد الجديد لقناة أكسترا نيوز هو 11785 رأسي في أمان الله اشتركوا في القناة